خبر مهم أيضاً وإحنا بنتكلم بقى في مرحلة الانتقالات والمرحلة اللي فيها انتقالات صيفية في التوقيت الحالي ورحيل للاعبين وإعارات واستخدامات يمكن نادي مصر المقصة النهاردة أعلن بشكل رسمي عن فشل صفقة انضمام عمر برقات تلاعب النادي الأهلي ولو على سبيل الأعارة لفريق المقصة فريقه السابق لمدة تموسم بعد عدم التوصل للتفاق بخصوص الأمور المادية بين الطرفين الكابتن وليد هويدي مدير القرى بنادي مصر المقصة كان أعلم النهاردة في تصريحاتها صحفية بأن مغالاة اللاعب في طلباته المادية لعقده خلال الموسم المقبل هو سبب فشل الصفقة وإتمامها لي الفريق الفيومي هذا الصيف كلنا عارفين أن طبعاً عمر برقات من اللعبة اللي كان بيحترف فيه الدور السعودي خلال الفترة الأخيرة وكانت هناك فرصة للاستمرار لكن جاء فسخ العقد بيه التراضي وعودته إلى النادي الأهلي سمحت بشكل كبير إلى توجده فيه صفوف فريق النادي الأهلي وكلنا شفنا تدريبات الفترة الأخيرة كان عمر برقات متواجد مع فريق النادي الأهلي وأيضاً كمان عمر جمال وأحمد الشيخ كلهم عائدين من فترة إعارة ومستمرين في الفترة القادمة مع النادي الأهلي المعلومات التي وردت لي بخصوص عمر برقات أن هناك جلسات ستوقعت خلال الأيام القليلة القادمة عشان نشوف مسألة انتقاله وإعارته لأي من الأندية لكن في هذا الملف النادي الأهلي بيتطفق مع لعبي على مصلحتهم الفنية وأيضاً يشوف العرض المناسب بالنسباله فعمر برقات انتقاله لمصر المقصة حتى هذه اللحظات بعد إعلان المقصة بشكل رسمي أن هذا الانتقال توقف وتوقفت المفاوضات بعد تعصر في الاتفاق على الطلبات المادية لكن هنشوف في الساعات القادمة إذا كانت هناك عروض أخرى لعمر برقات من الأندية المصرية أو احتمالية تواجده في الدور الليبي في الفترة القادمة مع نادي أهل ترابلس الليبي أو عروض أخرى خارج مصر وتحديداً في الخليق أيضاً عمري جاء كل الأولى الأمور الموقف الرسمي بالنسباله غير واضح عمري لسه راجع من أربعة أيام من رحلة احتراف في فنلندا وكان النادي الأهلي لدور كبير جداً أن يساعد عمري في هذا الملف وعمري قال ده تحديداً عشان احتمالية أن يكون يتواجد مع المنتخب في مباريات كأس العالم في روسيا لكن لم يحلفه التوفيق لكن بعدما عاد إلى النادي الأهلي بالضبط عمري بقاله أربعة أيام في تدريبات فريق النادي الأهلي غداً بإذن الله هيكون فيه جلسة مهمة جداً لعمري جمال مع الكابتن محمد يوسف القائم بعمال مدير الكرة والمدرب العام ومع كابتن زيزو عبدالعزي عبدالشافي المدير الرياضي وفيه وجود بتر السكرتيرون عشان نشوف موقف عمري جمال في الفترة القادمة احتمالية استمراره في النادي الأهلي زي نفس احتمالية إعارته للأي من الأندية خلال الفترة القادمة ما نقدرش نحكم بشكل مباشر عمري خلاص سيرحل عن النادي الأهلي لو على سبيل الأعارة أم سيبقى في النادي الأهلي تقدر تقول النسب متسوية غدا في الجلسة اللي هتوقض مع عمري جمال من قبل الجهاز الفني في حضور الكابتن زيزو هيتحدد بشكل كبير جدا موقف عمري جمال في الفترة القادمة عمري بيشتغل على أنه مي فرصة في الاستمرار بشكل كبير لكن عمري عايز تواجد فيها التشكيل الأساسية وعايز دايما تكون رجله موجودة في الملعب كل هذه الأطر هيكلم فيها بكرة مع الجهاز الفني وهنشوف الفترة القادمة موقف عمر ما بين الاستمرار أو لو فيه عروض أخرى وحسن ما علمت أن لديه طبعا مديرة أعمال أوروبية بتحول يعني تكون لها قدرة أنها تستطيع على تعاقد وإجراء أو وجود مفاوضات قوية لعمر مع أي من الأندية الأوروبية خلال الفترة القادمة عشان عمر تكون رجله في الملعب ويستمر بشكل جيد أيضا أحمد الشيخ أحمد الشيخ من اللعيبة أيضا وإحنا بنتكلم عن اللعيبة اللي هتكون موجودة في قيمة الانتظار وجمالي النادي الآلي تتساءل على موقفها خلال الفترة القادمة أحمد الشيخ خلال الفترة القادمة يعني خلاص الاتفاق مع الجهاز الفني أنه هيكون في مكان آخر خلال الفترة القادمة ما بين الأعارة لأي من الأندية المحلية ويشوف إمكانية انتقاله للفترة القادمة والنادي الآلي كانت تلقى عرض رسمي من نادي المقصة ومن نادي الإسماعيلي لكن أحمد الشيخ هيصلي صلاة استقارة ويشوف موقفه في الفترة القادمة ومستقبله هيكون فين يعني هو أحمد الشيخ عايز الفترة القادمة لما يختار ناديه اللي هيلعب فيه في فترة الأعارة يشارك فيه بشكل جيد عشان لما يرجع النادي الأهلي يقدر يتواجد فيه التشكيلة الأساسية أحمد من اللعبة برضو سيئة الحظ يعني لما رجع من فترة أعارته فيه الدوري السعودي تعرض لإصابة في الرجبة وخلال تواجده مع معسكر الأهلي في كرواتيا كان بيتأهل وبيعالج من إصابة الرجبة وبالتالي ما كانش جاهز بشكل كبير عشان كارتيرون يتفرج عليه ونتيجة ازدحام القائمة الأفريقية بحوالي 26 لعب قبل قيد مؤمن زكريا وسليف كوليبالي أصبحت القائمة 28 لعب وعندك اختيارات فنية في أماكن محددة في وسط الملعب وفي أماكن ليس فيه أحمد الشيخ فبالتالي الجهاز الفني من خلال اجتماعات مع أحمد الشيخ تم الاتفاق على أنه ينتقل لأيمل الأندية خلال الفترة القادمة لكن العرض الرسمي الموجود بالنسبة لأحمد مصر المقصة والإسماعيلي أحمد حسب ما قاله بالظبط هيصلي صلاة استخارة ويشوف إمكانية أنه ينتقل إلى أي من الأندية المحلية أو هو منتظر عرض آخر هو شايفه ممكن يكون فرصة وجوده في أندية أخرى خلال الفترة القادمة وأنه يشارك معاه بشكل إيجابي هيدي له الفرصة أنه لما يرجع للنادي الأهلي هيظهر بشكل طيب ويكون حظه كويس أنه يتواجد مع النادي الأهلي بشكل مميز أحمد بن لعبة المميزة وبإذن الله إن شاء الله الفترة القادمة يقدر يرجع للنادي الأهلي بشكل جيد ويكون على قدر المسؤولين